ان شاء الله في الفيديو ده بنوضح ازاي الطالب يرفع البحث على المنصة طبعا بالنسبة لأولئة الامور قلقانين جدا جدا من موضوع الرفع الابحث على المنصة في كتير بيقولوا ان احنا ما عندناش لاب توب ولا عندنا كمبيوتر ازاي هنرفع الابحث دي بنحب انطمنكم طبعا وقول لكم الموضوع بسيط جدا الفكرة كلها ان انا هنزل برنامج على الموبايل بتاعي اخلي الموبايل اتحاول لسكنر اسحب الابحث وارفعها للمنصة في الاول بفتح المتجر وبنزل برنامج اسمه فاست اسكنر البرنامج يظهر قدامي طبعا هو هنا فتح لان انا منزله قبل كده بظهر تثبيت بضغط على تثبيت بينزل البرنامج البرنامج زي ما موجود قدامي بضغط عليه الفكرة كلها ان انا بضغط على الكاميرا انا طبعا مجهز ورقتين فاضيين البحث طبعا بتكون من مجموعة من الورق بس احنا طبعا عشان اجرب عليهم البحث بيتكون من اكتر من ورقي بقى لازم اروح في ناحية اليمين اضغط على الورق البيضة دي وابدأ اصور الورق الاولى كده اخلص اروح اصور الورق التانية وهكذا لغاية ام اصور ورق البحث كله بعد كده بضغط على الورق البيضة هنا بقى بظهر عندي الاطار الاخضر ده ابدأ اضبط عندي الورق بتاعي واضغط على صح الورق اللي بعدها نفس الكلام واضغط على صح باجي هنا بقى اعمل ايه درجة وضوح الصورة بصوا كده كمثال هخلاها دي وبعدين بضغط على صح ظهر عندي هنا طبعا البحثة يبقى متكون من مجموعة من الورق بظهره عندي هنا كده بضغط على شيرينج مشاركة اول ما بضغط على مشاركة بظهر عندي البرنامج اللي هو المنصة اديمودو طبعا انا هنا قبل كده بكون انا فاتح الحساب على الموبايل بمجرد ما بضغط عليه بدخل مباشرة على المنصة بيحمل الملف اضغط على اضافة الواجب انا كده مباشرة دخل جوه المنصة بضغط على صح ببدأ يحمل معايا بمجرد ما بينتهي من التحميل بضغط على تسليم كده البحث بقى على المنصة بطريقة سهلة جدا جدا طبعا لو مسؤول المنصة فتح بيلاقي البحث موجود بيبدأ يقيم البحث طبعا هنا انا في الفيديو ده حولت كده البحث الى ورق بيدي اف ورفعته على المنصة بطريقة سهلة اشتركوا في القناة